أقول لك طب أنا أكلني الأول شغلني الأول أنا عاملين أنا أقول له ما تقول لي أكلني ولا شغلني أقول لك أنا أتأكل نفسك أنا عايز جزء منكو كبير يرجع لإنتاج الغذاء الطلبة بتوع الجامعات دون قول له ما فيش تشغيل في الحكومة على الإطلاق في تشغيل في إنتاج الغذاء عايز تروح نروح في الحكومة جنب بلدكم وساعد فيها عايز تشتغل هندي لك حتة أرض تعمل عايز مش عارفة كده يعني صارحهم أقول لهم أنا ما عنديش وما أقدرش أنا أستمر في السلف عشان أأكلك إيه أننا لازم نأكل نفسنا حنمنع التصدير ما هو الواحد اللازم يبقى عنده جرة حنمنع التصدير وحنعمل مش عارف كذا وعايزكو كلكم اللي عايز يشتغل يشتغل في إنتاج الغذاء ومن ينتج حاجة كويسة هو ده اللي حيبه محترم هو ده اللي حنسلم عليه هو ده اللي حنحطه هنجيبه يكلم يكلمك في التلفزيون هو ده اللي حنعمله كذا ويعمل كذا ده ينتبقى توري للناس أن أنت حقيقة يعني مترجزي على الحكاية دي وعايزة تعملها وعايزة تعملها كويسة عايزة تعملها بسرعة وعايزة تثبيت إن المصريين ده العظمة وإدارة يعمله ده محتاج ده فعلا يكون يعني هناك هدف تتحت معاه كل أو من أجله كل السبل وكل الإمكانيات وكل الجهود ما أنا أقول كده مش أنا القائد مش أنا اللي ماشي يتمسج الدنيا أنا أقول كده أنا أقول إن إحنا يا أخوانا مش هنقف على رأسنا مش هنبقى محترمين إلا زاكلنا نفسنا يبقى لازم إيدنا في إيد بعض وحنعمل كذا وكذا الشباب اللي عينتك غزاء كذا كل خريج الجامعة ما حدري يقول لشغل في الوزارات الوزارات خربان وما فيهاش حاجة ومش عايزين نعمل فيها عايزكوا تشتغلوا في أي حاجة في إنتاج غزاء أو تعليف الغزاء أو نقل الغزاء أو طبخ الغزاء ومالي حاجة هل الصحراء لسه بالنسبة لنا مجاهل يعني مجهولة بالنسبة لنا وإحنا لسه جزء كبير جزء كبير منها كذا وإحنا نقدر نزرع في الصحراء أماكن كتيرة ونعمل كذا بس في الوضع الحالي ما نقدرش لأنه ما فيش هناك المخومات إن أنا أعايش ناس هناك أنا أعايز الحتة اللي تروح نزرع فيها في الصحراء تبقى فيها مخومات الحياة أجيب شباب جايزين وعيشوا وعملوا بلد وعملوا كذا إنما الزراع في الصحراء الآن زي بعضه أروح وأزرع هناك وأرجع تاني للبلد واللوقت بيأخفروا أبار في المشروع المليون ونصف فجدان لكن هم عايزين يعملوا كوميونيتيز عايزين يعملوا وارد كل ده وارد بس أنا لازم أزرع في الحتة اللي أنا فيها والأرض اللي حوالينا والحوالينا الدلتة والمنجيش الشرق وغرب أنا أزرع ما يؤكل لنا نزرع ما يؤكل كذا وممنوع تصدير الغذاء بس لو صارح القائد السياسي أو القيادة السياسية صارحة المجتمع بده هل المجتمع مستعد يستحمل ده الناس بتسرخ من كل حاجة وممكن يكون معهم حق ومعهم حق ونشرح للناس على البلاطة كده أقول إن إحنا بقالنا خمسين سنة منخرف مش عارفين نعمل كذا بقينا مديونين وهناستمر في السلف من البنوك عشان نأكل والناس بتقولك أنت هتفضلوا كل شوية زمنوا علينا وتقولولنا وضعنا كذا تراكمات كذا ما تقولولنا الحلول الحل هو النهاردة يا أخوان حنأكل نفسنا وحنأكل نفسنا إزاي؟ لأ حنمنع ده ونمنع ده ونمنع ده ونمنع ده واللي عايز يشتغل يشتغل في الحتد إما يربي فراخي يربي كذا يعمل برسيم يعني إحنا عندنا مقومات كثيرة جدا مش ضروري يبقى فلاح حاجات كثيرة جدا ممكن لها اللي هتبقى جزء من حنأكل نفسنا دي الدول العظمى عملت إيه بعد انهيارها في حروب زي الحرب العالمية الثانية بريطانيا اليابان كانت مقاومات النهضة إيه؟ إنه يبقى واقف على رجليه ماديا عشان يبتدي يخلي الناس بتوعه يشتغلوا في إنتاج هذه دول النهاردة يعني الألمانيا بريطانيا اليابان دي دول النهاردة نهاردة وكوريا وغاية نعم كله عمل كده كله عمل أكل نفسه وصلحت عليه كله جميعا ماذا حدث لمشروع الصحراء اللي حضرتك المشروع اللي كنت مهتم بيه؟ ممر التنمية؟ ممر التنمية ده تيجي يعني بعد ده لأن ممر التنمية ده بيرسح المجال للتقدم الاقتصادي المزدهر بقى بقى أنا لو أكلت نفسي وبدأت أصلح التعليم أنا لازم أعمل لنفسي مخطط أن مصر تبقى بلد من أعظم بلاد العالم في عشر أو عشر سنة المخطط ممر التنمية يعمل كده بعد ما أنا أقول بأكل نفسي لما يكون عندي التعليم بيتصلح أنا هفتح المجال لأن المخرجات التعليم دي تزدهر اللي عايز يعمل تجارة اللي عايز يعمل مخطط جديد اللي عايز يعمل مكانة جديدة اللي عايز يعمل كذا أفسح له المجال للمعيشة بعيد عن الحتة اللي هو عايش فيها لأن المدن بتاعتنا تكدست ومفيش حد براي أمخ راي أنا أفتح له عشان يعملوا جنب ما أسوان والأسر وأسيوت والمينيا وسهاج كل المدن دي بلها مكان واسع يتوسع فيه عشان يبحبح شوائك عاملوا عن فكره